موسيقى بالنسبة لموضوع العلاج الاشعاعي وموضوع الفيديو وهو عبارة عن اجابة عن سؤال هل العلاج الاشعاعي بيقضي تماما على السرطان الحقيقة احنا هنحاول نقدم معلومات مهمة جدا في هذا الفيديو بخصوص العلاج الاشعاعي المستخدم في السرطان معروف طبعا في البداية ان مرض السرطان من امراض العصر اللي تم اكتشافها في الوصور المتقدمة مع تقدم وسائل الكشف والتصوير والاشعة ومع تقدم العلوم البيولوجية وعلوم التحاليل الطبية وده طبعا التاريخ اثبت ان السرطان هو ليس مرض حديث يعني كان موجود في منذ قديم الازل مع العصور السابقة ومع الاشخاص القدماء ولكن يعني ممكن معظم الاشخاص يكون عندهم مفهوم خاطئ وهو ان السرطان ظهر حديثا ولكن زي ما ذكرنا اثبت التاريخ والتحاليل حتى يعني في المميوات المحنطة في بعض البلدان وبعض الحضارات لما تم عمل تحاليلها اثبته ان في بعض هذه الجسز صاحبها كان مصاب بورم او بالنوع معين من السرطان وطبعا يعني سبب تكون المفهوم الخاطئ على ان السرطان مرض حديث النشأة هو الطفرة الحديثة اللي حصلت فيه طرق التشخيص لهذا المرض طبعا مع تقدم العلم وظهور الثورة الصناعية والكمبيوتر والروبوت والزكاء الاصطناعي واجهزة التصوير الاشعال متطورة ومع تسارع الابحاث العلمية اصبحنا بنكتشف يعني تقريبا جميع انواع السرطان وبتقدر نقوم بتشخيصها بدقة وتحديد مكانها وتحديد المتطلبات العلاجية اللازمة للعلاج والتغلب على هذا المرض احنا هنخص بالتحديد العلاج الاشعاعي كواحد من انواع العلاجات المتبعة في علاج مرض السرطان العلاج الاشعاعي بنقصد به انه بيتم عن طريق استخدام اشعة من الطاقة المكسفة من اجل التخلص من خلايا سرطانية معينة والحد من نمو هذه الخلايا طبعا اشهر انواع الاشعاع المستخدمة في علاج السرطان هي اشعة اكس او الاشعاع السينية ولكن طبعا مش العادية المستخدمة في تصوير العظام في حالة الكسور انما بتكون اشعة يعني مضاعفة منها واكسر قوة منها وبيتم تركزها على المكان بالتحديد المكان اللي يتم عن طريق مؤشر معين بيتم تسليطه على المنطقة اللي فيها الورم او فيها السرطان بهدف ان هذه الطاقة العالية من الاشعاع تعمل على تفتيت واتلاف الحمض النووي للخلايا السرطانية وبالتالي بتعطي الجسم الفرصة للقضاء على هذه الخلايا السرطانية والسيطرة عليها ايضا من الانواع الاشعاع المستخدمة الاشعاع اللي لها طاقة عالية جدا اللي يستخدم في القضاء الخلايا السرطانية هي البروتونات واشهر انواعها هي اشعة جاما واشعة جاما دي معروف انها اشعة لها طاقة عالية بتكون مركزة ايضا ويتم تسليطها على الجزء الذي يتم علاجه اللي هو مصاب بتلف الخلايا ومصاب بخلايا سرطانية طبعا احنا لما بنقول علاج اشعاعي بنقصد به حزم الاشعة الخارجية يعني بيبقى جهاز جهاز خارجي زي جهاز الاشعة او زي جهاز الليزر بيتم ليه مؤشر كده بيعطي علامة الزائد بيتم تحديد المنطقة في الجسم التي سيتم تسليط هذه الاشعة المكسفة عليها طبعا مدة معينة بتختلف حسب تقدير الطبيب وحسب طبيعة المرض وحسب المكان المصاب بالسرطان زي ما ذكرنا ان الاشعة نتيجة ان الاشعة بيكون لها طاقة عالية لان طبعا الاشعة عبارة عن موجات كهرومغناطسية فطبعا الاشعة السينية بتكون عبارة عن مجموعة من الشحونات السالبة اما اشعة البروتونات او اشعة جاما بتكون اكثر قوة من الاشعة السينية بتعمل هذه الاشعة من خلال هذه الطاقة العالية في بعض انواع الالاج الاشعة بيعمل على رفع درجة حرارة بنصلة شعاع من هذه المادة سواء الاشعة السينية او البروتونات على الخلايا فبتعمل على رفع حرارة خلايا السرطانية وبالتالي تعمل على تفتيت المادة النووية او بعض انواع الاشعة لها القدر على تغيير ترتيب النيكوليتيدات او الوحدات البنائية داخل الشريط النووي في المادة الوراثية للخلايا السرطانية وبالتالي بيتم افساد البرمجة الخاصة بها وبالتالي يتم القضاء عليها طيب هل العلاج الاشعاعي بيقضي على السرطان؟ طبعا للاجابة على السؤال ده هو مبدئيا العلاج الاشعاعي من طرق العلاج الناجحة الى نسبة كبيرة جدا في علاج السرطان ومن الممكن؟ يعني هناك ابحاث وهناك تجارب عملية اسبتة بانه من الممكن فعلا مع الجرعات العالية من العلاج الاشعاعي ومع التشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان ان يتم القضاء عليه باستخدام العلاج الاشعاعي طبعا في بعض الحالات الاخرى بيتم استخدام الاشعاع بصورة مخففة وليست بصورة مكسفة وده بيكون في حالة لو احنا عاوزين اثناء العلاج بنفحص اجزاء اخرى من الجسم فبيتن المريض طبعا بيخضع لعدة جلسات اطول وبالتالي بيخضع لجرعة من الاشعاع اقل حدة من الاشعاع العالي او المركز طيب العلاج الاشعاعي زي ما ذكرنا بيعمل على قتل الخلايا السرطانية من خلال تدمير المادة الوراثية الخاصة بيها ولكن العلاج الاشعاعي او الاشعاع لا يقتل الخلايا فوريا في لحظتها انما هو بيتلف التلف بيكون تلف لحظي فوري ولكن علشان هذا التلف يسمع ويوصل لجميع الخلايا السرطانية بياخد وقت ممكن يستمر الى يعني عدة اسابيع او الى شهور بعد تلقي جرعة الاشعاع بيبدأ الخلايا سرطانة انكمش وبيبدأ الجسم يسيطر عليها يعني في النهاية لحد ممكن بعد عدد من الشهور وبيكون المريض انتهى من الجلسات الاشعاعية المحددة ليه بيكون خلاص تم قتل جميع الخلايا السرطانية الخبيثة في الجسم طيب ننتقل الى الجزء الخاص بالاثار الجانبية للعلاج الاشعاعي العلاج الاشعاعي هو شأنه شأن اي علاج طبي اخر ليه بعض الاثار الجانبية وخاصة طبعا احنا بنتكلم عن مرضى سرطان فمريض السرطان اصلا بيكون الجهاز المناعي في الجسم مجهد الى حد كبير وجميع الطاقة في الجسم مستنزفة من هذا المرض او من هذا الكيان الدخيل على الجسم وبالتالي الاثار الجانبية للعلاج الاشعاعي لانه يعني بنتسأل كتير جدا وناس كتير حابة تعرف هذا الامر هل العلاج الاشعاعي له اثار جانبية هو شأنه شأن اي علاج طبي او اي اجراء طبي له جانب يعني سلبي او نقدر نولي بعض الاثار الجانبي ولكن المنفعة اللي بتحصل منه وبنستفيد منه بتكون اكبر من الضرر وبالتالي بيلجأ الطبيب لهذا النوع من العلاج وطبعا الاثار الجانبية بتختلف من مريض لمريض ومن حالة لحالة ومن سرطان الى سرطان وبتختلف ايضا حسب نوع السرطان حسب درجة انتشار السرطان حسب الوقت اللي تم تشخيص فيه السرطان هل هو وقت مبكر ولا في مراحل متأخرة عشان جدا بنأكد على ضرورة سر نجاح النسب العالية من الشفاء من السرطانات هو التشخيص المباكر لان ببساطة كل ما شخصت الحالة مبكر كل ما انت انقصت خلايا جسم سليمة من ان هذا الكائن او هذا الكيان الخطير اللي سيطر عليها يدمر بهذه الخلافة فالضرر بيكون اقل انما لو كان في مراحل متأخرة بيكون خلاص يعني هذا السرطان استنزف جميع خلايا الجسم السليمة وطاقة الجسم كلها فمهم جدا التشخيص المبكر ومش بيصف السرطان ولكن في اي مرض بيصيب جسم الانسان زي ما ذكرنا الاثار الجانبية بتختلف حسب الحالة وحسب جرعة الاشعاع اللي تعرض لها المريض وحسب الخلايا السرطانية هل هي موجودة يعني جنب خلايا اخرى هل الخلايا السليمة بدأت تتأثر بالخلايا السرطانية ولا لم تتأثر بيها فكل ده بيأثر على مدى نجاح العلاج الاشعاعي ومدى حدوث اثار جانبية من عدمه كمان بنشر الان الاثار الجانبية لو بدأ يظهر على المريض اثار جانبية ده طبعا بتاخد وقت يعني ممكن تظهر من خلال الاسبوع الثاني او الثالث من بدء تلقي جرعة الاشعاع اهم الاثار الجانبية واكثرها شيوعا اللي بتظهر عند المرضى اللي بيتم علاجهم بالاشعاع هي مشاكل الجلد او البشرة وده طبعا طبيعي لان العلاج الاشعاعي هو من البداية علاج خارجي اشعة خارجية بيتم تسلطها على مكان معين في الجسم فبالتالي جميع جسم الانسان مضطع بجلد طبقة جلدية فبالتالي اول طبقة بتطلق الصدمة هي البشرة او خلايا البشرة او خلايا الجلد في جسم الانسان فمن المتوقع ومن البديه ان المريض يعاني من مشاكل في الجلد او البشرة المشاكل دي طبعا بتختلف ايضا باختلاف الاشخاص وباختلاف الحالات ولكن يعني ممكن تكون في صورة جفاف جفاف في المكان اللي بيتم تسلط الاشعاع فيه ممكن بعض الحكة ممكن تقشير ممكن حتى تظهر بعض التقارحات على الجلد وطبعا الشيء الايجابي في هذا الامر ان ده بيكون مؤقت بعد الانتهاء من الجلسات تماما وبعد التماثل للشفاء بيعود الجلد وبيتجدد مرة اخرى وبيعود لطبيعته ومشاكل الجلد هزي بتختفي بعد بضعة اسابيع من انتهاء كرسى العلاج الكامل الاثار الجانبية التاني الذي ممكن يحصل لمريض اللي بيتم علاجه بالاشعاع هو الاعياء والتعب الشديد والحقيقة ان الاعياء والتعب الشديد مش مقتصر فقط على العلاج الاشعاعي مريض السرطان شأنه شأن اي مرض بيصيب جسم الانسان بيجهد جسم الانسان وبيستنزف طاغب جسم الانسان فطبيعي جدا ان الانسان يشعر باعياء وتعب ولكن هذا التعب ممكن يكون اكبر ومضاعف بصورة كبيرة في حالة مريض السرطان لان زي ما ذكرنا بتكون مرض السرطان يعني الخلايا بتكون في حالة استنزاف تم لطاقتها وبيكون طبعا هذا المرض منتشر في ممكن جزء كبير من الجسم فبالتالي بيشعر مريض السرطان بالاعياء والارهاق والتعب وده طبعا ممكن يستمر معه فترة طويلة وطبعا بعد توقف العلاج بيبدأ الجسم يتعافى تدريجيا اسناء فترة النقاعة فده طبعا امر يعني طبيعي وبديهي ولا يدعو الى القلق في النهاية فقط يعني حابين نوضح انواع العلاج الاشععي التي يتم استخدامها انواع العلاج الاشععي فيه علاج اشععي خارجي وفيه علاج اشععي داخلي ونقصد بخارجي او داخلي يعني مصدر الاشعة اللي بنعالج بها المريض مصدر اشعة جاما او الاشعة السينية ممكن يكون مصدر خارجي جهاز كبير خارجي بيتم تسليطه على المنطقة المصابة في جسم المريض يعني المريض بيكون نايم على السرير وبيتم تسليط هذا الجهاز على الجزء المصاب في جسم المريض بدون ما يتم اختراق جسم المريض او حدوث جرح في جسم المريض او ادخال معدات داخل جسم المريض وطبعا الجهاز ده او هذه الالة بتقوم باخراج الاشعة بصورة مكسفة وده طبعا الاشعة الخارجية هي الاكثر شيوعا واستخداما في العلاج الاشعاعي لمرض السرطان اما العلاج الاشعاعي الداخلي فبيتم اه بيعتمد على ادخال مادة مشعة داخل جسم الانسان بيتم حقن مادة داخل جسم الانسان اه وهذا هذه المادة المشعة بيتم توجهها الى المنطقة المصابة بالسرطان وهذه المادة بيكون لها طاقة اشعاعية عالية بتكون هذه المادة هي مصدر الاشعاع وطبعا لان المواد المشعة اللي بيتم استخدامها في العلاج السرطان زي اليودا المشاع او زي اليورانيوم المشاع بيتم استخدامه في الابحاث النووية وفي ابحاث العلاج مرض السرطان واليودا المشاع اه وفي اه حتى فيه نسبة استخدم الكلور المشاع وبعض العناصر الاخرى بيتم استخدامها حسب الحالة طبعا وحسب المكان اللي بيقدم هذه الخدمة العلاج الاشعاعي الداخلي بيتم عن طريق المادة ادخالها داخل جسم الانسان بيتم ادخالها عن طريق الحقن اما عن طريق اه الحقن اما عن طريق مجرى الدم او الحقن الموضعي بسرنجات معينة وبمعدات معينة داخل النسيج المصاب بالسرطان او ان المريض بيشرب مادة مشاعة وزي الاحيانا الباريوم اه المشاع او اه جرعات من اليود المشاع وان كان اليود المشاع بيتم حقنه وخاصة في سرطانات الغدة الدركية بيتم حقنه موضعيا ولكن في مواد اخرى بيتم اعطاها زي الباريوم المشاع لما بيكون السرطان مثلا في القولون او في المعدة وطبعا المادة المشاعة دي بيكون لها طاقة عالية عن العنصر المستقر لانه معروف ان العناصر اما مستقر ستيبل او النون ستيبل او اللي هي الراديو اكتف او العناصر المشاع اللي هي بيخرج منها طاقة وهي عبارة عن طاقة الفا وطاقة بيتا وطاقة جاما اللي هي مواد بتخرج نتيجة النشاط البروتونات الداخلية داخل اه هذه الزرة او مزيئات العناصر نتيجة عدم استقرارها فهذه الطاقة كافية على ان هي تدمر المادة الورصية للخلايا السرطانية طبعا الهدف الاساسي من العلاج الاشاعي هو السيطرة على السرطان ووقف نموه وامكانية تدميره ان امكن تدميره للحفاظ على المناطق المجاورة للسرطان من الانتشار ومن التأثر والاصابة بهذا المرض ده كان المعلومات اللي حابين نوضحها لحضراتكم بخصوص هل العلاج الاشاعي قادر على القضاء على السرطان ام لا في النهاية بنتمنى السلامة للجميع اه وطبعا بندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع المصابين بهذا المرض ومرض السرطان يعني من المرضى اللي بيحتاجه دعم معنوي اكتر من اي مرضى اخرين لان طبعا الحالة النفسية هي اهم عنصر واهم خطوة في خطوات العلاج هي الحالة النفسية للمريض والحقيقة لجميع الامراض وليس المرض السرطان فقط ولكن احنا بنخص مرض السرطان لان ليه ظروف خاصة زي ما ذكرنا وبيؤثر بصورة كبيرة على جسم الانسان طبعا مع اه يعني انتشار التلوث ومع تطور الحياة وتسارعها اصبح يمكن نقدر يعني مش هنبالغ لو قلنا كل عيلة فيها مريض سرطان فده طبعا يعني اصبحنا البيئة المجاورة لينا وعارفين الناس اللي حوالينا فيه ممكن حد يكون مريض بهذا المرض بيحتاج دعم جدا وبيحتاج ان احنا نقف جنبه ونرفع من معنوياته ونضع الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى اه والتخفيف عنهم اه ويعني الكشف ما بهم من هم ومن غم ومن مرض اه فسبحان الله يعني ربنا سبحان وتعالى هو القادر على شفاء هذه الامراض اه بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد اشتركوا في القناة